برج الحوت اليوم 2 مايو 20-23 برج الحوت انت اخدت قرار حسبي في موقف نهيت بيه علاقة حسيت انها علاقة مش حلوة لك فيها استغلال وفيها استفزاز برج الحوت انت قررت اللي انسحاب من جميع العلاقات السلبية في حياتك وبتديت تتعامل بزكاء وبقيت بتراجع امورك وبتفلطر حياتك عندك انتظار لشيء فيه خير لك من فترة كنت تايف وكل حاجة مش عايزة تتم فبتديت تخطى المرحلة دي يا برج الحوت هتغير طاقتك وتبدل حاجات كتير في نفسك حتى فكرك هيتغير انت كمان ابتديت تخرج نفسك من الاوهام اللي كنت معايش نفسك فيها وبتعيد سكتك في نفسك من تاني ورميت ورا ظهرك الخسارة وبقيت بتبين مش بتحب تبين ضعفك لحد بتبين انك متماسك ومش محتاج مساعدة من حد ربنا سندك يا برج الحوت وعمرك ما هتتحوج لحد ابدا اه قلبك مليان ومعابي هم كبير ولكن انت برج قوي وقادر تعدي كل مرحلة كانت اسية في حياتك برج الحوت انت عملت عشانهم كتير ويا مرضتهم ولكن الصدمة ما جاتش غير منهم فيه شخص كان قاسي عليك بالرغم من انك ما كنتش وحش معاه وبسببه انت جالك مرض في جسمك وبقيت تعبان طول الوقت يا برج الحوت ولكن انت هتخرج نفسك من الطاقة دي يا برج الحوت ولان انت برج عندك عزة نفسه وكرامة قوية جدا هترفض الدعم والمساعدة من اي حد وهتبص لللي جاي يا برج الحوت وهتنسى الماضي بواجعه وهتدور على الاستقرار والراحة وهتغير حاجات كتير في حياتك اولها سكنك وكمان هتدخل عمل جديد في خير ورزق واسع يا برج الحوت ولكن برج الحوت يخلي باله على قراراته الفترة ديت ويخلي قراراته سابتة لان برج الحوت على طول بيبقى متردد في قراراته خد قراراتك بحسم يا برج الحوت وتوكل على الله برج الحوت هتبكي بكاء من شدة الفرح في خبر هيعوضك عوض كبير وهتبكي من الفرحة يا برج الحوت عملك الطيب والخير اللي انت كنت بتعمله اعدلك يا برج الحوت انت كمان هتشوف ناس كان بقالك فترة ما شفتوش بعض وارجوا علاقات وصداقات قريب جدا وحيحصل ما بينكم صلح بينك وبين الناس كان بقالك فترة متخصمين وهترجعوا البعض تاني فيه صداقات وعلاقات هترجعوها البعض تاني يا برج الحوت انت من الابراج اللي بتقدر اللي بيجي لحد عندك ويمدي ايدي بالصلح طريقك كان كله انطبط يا برج الحوت وانت اخترت الطريق الصعب والتحدي ولكن انت نفسك في حب حب صادق ما فيهوش استغلال حب بجد وصادق يا برج الحوت عندك اخبار سعيدة في طريقها ليك يا برج الحوت وعجوع حق اليك ولحد هنا تكون انتهت قراءة البرج الحوت اليوم ما تنسونش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي باي